نشر المركز الأعلمي لمجلس الوزراء تقريرا حول ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاول وقطعات التنمية البشرية خلال ثماني ثانوات وضعتها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدما بتقرير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة وأبرز التقرير التغير الإيجابي للتعليقات بشأن مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة حيث استطعت مصر أن تتقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط مضيفا أنه لأول مرة يعد المؤشر بنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية